بنت جميلة من بنات الصعيد الحقيقة نموذج مشرف وقدرت ان هي تحصل على الدكتوراه ومركز اول مع مرتبة الشرف في كلية اللغات تخصص اللغة الاردية من جامعة الازهر اهلا بك معنا مبروك اهلا برك حضرت يعني احصلت على الدكتوراه ده احساس عظيم الحقيقة هو اللفت انتباه ان انتي يعني حصلت عليها في لغة انا بالنسبة لي غريبة جدا يعني اختيارك اول حاجة يعني اول سؤال حاب ان انا اسأله لك اختيارك لللغة دي بالزات لي هو في الحقيقة انا اصلا كنت في السنوية العامة كنت في قسم علمي وكنت عندي امني ان انا التحق بكلتي صيدلة ولكن الاسف اللغة يعني التنسيق ما اسعفني شي بس انا في نفس الوقت كان عندي شغف ان انا اتعلم لغات لانه كنت حابة ان انا اشتغل في مجال الدعوة الاسلامية باللغات مجال مختلف ومميز ايه فكان اختير ربنا لي ان انا ادخل اتخصص في اللغة الاردية اللغة الاردية اللي ما يعرفها شي هي طبعا من اكبر لغات العالم اوسع انتشارا بعد اللغة العربية واللغة الفريسية حقيقي ايه وهذا حقيقي ويتكلم بيها ربعمائة مليون نسمة في الهند و باكستان وبنجلاديش وبعض المهاجرين المقومين في سرلانكا وفي استراليا وفي بريطانيا وغيرها من الدول هي اصلا بتتكاوم بتتكاوم من اتنين وخمسين حرف نفس حروف اللغة العربية بس بيزد عليهم في اربع حروف من اللغة الفريسية وعندنا كمان بعض الحروف من اللغة انا اقول لك ان هو شبه حروف اللغة العربية يعني زي اللغة الفريسية نفس اه اه اوكي تماما طب كان يعني تعلمها سهل انتي اخدت اربع سنين فيها الحمدلله كانت اتخرك بتقدير امتياز مع مطابة الشرف الاولى على الدفع الستع الكلية تفاوكة تفاوكة دكتور هاجر بس فهي لغة طبعا لها فضل كبير كمان بسببها انتشر الاسلام في الهند ويتدون بها التراس الاسلامي وكمان كانت هي يعني لسن الدعوة الناطق في بلادش بالقرار الهندية اه 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 ا معناها تماماً. تماماً. طيب. كلمني عن أن جامعة الأظهر فيها أقسام تانية لغات تانية. إيراني وعبري. فرسي اللغة الأورانية. أكلمك عن أقسام الكلية عندنا. عندنا في كلية الدراسات الإنسانية. عندنا تمن لغات. عندنا أربعة شرقي. اللغة الفرسية والأردية والتركية والعبرية. وعندنا لغات الاوروبية، اللغة الألمانية واللغة الأسبانية.. واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. عندنا في لغاتو التركيمة بنية نفس القسم، ولكن في بعض اللغات لدينا من유 React' لي بنات كي لغات أيطالية بدونة الوصحة ويدي لغة السلوات البداية والتركيمة بتيني. ربماً العلمي للغة الأوردية كما mean. هل الذي نعرفه هؤلتهم goodbye? تأتيها أولاد شريرة. تماماً منها المنصرENCE. عندنا منجر الإنت نفس الشRe POW центMusikين. عندنا شغالين هناك ب 12 لغة شغالين في مجال مكافحة التغرف والإرهاب ومتابعة أحوال الإسلام والمسلمين ب 12 لغة أجنبية عندنا مركز الأزهر للترجمة بترجم مشاريع كاملة باللغات المختلفة عندنا أيضا في كل سنتر طلبة بيتخرجوا ويلاقوا فرص عمل هناك كثير فهي اللغة في مؤخرا بدأت تتعرف وبدأ يكون في أقبال كبير عليها من الطلبين طيب في حاجة كمان أنت شاركتي في مسابقة شباب الجامعات لنظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعني كلمين عن مشاركتك فيها وكمان حصلتي على شهادة تأذير بالفعل هي المسابقة كانت نظمتها وزارة الثقافة ممثلة في المركز القامل الترجمة بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي وكانت المسابقة بتأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب بهدف تلمية مهاراتهم وحسهم على المشاركة في الأنشطة الجامعية والأنشطة المجتمعية بشكل عام وتحفيز لطاقتهم الإبداعية وكان الهدف من المسابقة الاكتشاف النمازج الشابة المتخصصة في اللغات والترجمة للجامعات المصرية من خلال تشجعهم أن يترجموا أعمال الأدباء والمفكرين التي تكتبت بلغات مختلفة ويبدأوا ينقلوها للغة العربية عشان يكون إضافة للرصيد الثقافي والمعرفة عندنا باللغة العربية هذا كان الهدف من المسابقة كان المشارك في المسابقة 12 جامعة كانت جامعة الأزهر إحدى الجامعات المشاركة وكان الفريق بلتعب جامعة الأزهر بتكون أربع أعضاء كنت أنا أحد الأعضاء ممثلة لقسم اللغة الأردية في كلية الدراسات الإنسانية ومعي أثنين زملائي من كلية اللغة والترجمة ممثلين لقسم اللغة الأردية في كلية اللغة والترجمة وكان المشرف علينا الدكتور أحمد القاضي المستشار الثقافي لمصر في الهند وأستاذ اللغة الأردية في قسم اللغة والترجمة وبفضل مجهود حضرته معنا حصلنا على مركز ثالث وتم تكريمنا من قبل وزارة الثقافة ممثلة في المركز قامل الترجمة بمبلغ مالي وكان ذلك تم إقامة حفل تكريم لنا بشهادات تأدير وكذلك تم تكريمنا من قبل رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصوي وتم تكريمنا أيضا من قبل رؤساء الأقسان كمان شاركتي في حاجة اسمها منتدى قيادات نسئية فعالة في المجتمع المدني برضو كلمين عن مشاكتك بالنسبة لبرنامج ده هو برنامج بنظام مجلس الشباب المصري مجلس الشباب المصري هو أحد مؤسسات المجتمع المدني وبيهتم بالشباب وبيتطقيف المال للشباب وبيقدم خانمات كبيرة جدا للشباب في مجال الحقوق الإنساني وفي مجال التنظيم والإدارة وفي مجالات كتير فهو البرنامج ده بينظمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدش نومان الألمانية وبيهدف إلى تعزيز قدرات القيادات النسائية في مؤسسة المجتمع المدني البرنامج بيعقد كل عام وكانت سنة دي النسخة الخمساشر للبرنامج وبيتم المشاركة دون المجلس والمؤسسة بيتحملوا كافة التكاليف والبرنامج بيكون داخله عدة برامج تدريبية كان أبرزها اللي هو الإطار القانوني المنظم للعمل أهلي في مصر وسائل التواصل والاتصال وقدارة الفريق كتابة المشاريع التخطيط الاستراتيجية وغيرها من البرامج اللي كانت موجودة داخل البرنامج وفي نهاية البرنامج تم حصول المشاركات على شهادات تأدير أنت كل الحاجات اللي شاركت فيها كانت بعد الدكتوراه أثناء الدكتوراه عندي شغف أن أنا أطور نفسي وأكتسب مهارات كتير فأحاول وكمان عندي شغف أو بحب العمل التطوعي فبحب أنزل أي مؤسسة تطوعية أو مؤسسة مجتمع مدني زي مجل شباب المصر بيساعد نفسه قبل ما بيساعد غيره وهو بيستفيد أكتر ما بيفيد كمان لأنه العمل التطوعي ليه فواد كتير جدا حتى على مستوى النفسي يعني العمل التطوعي بيحسن حالة نفسية والمزاجية وبيقلل من التوتر والاكتئاب لأن الإنسان لما ينزل ويشارك ويقدم خل حواليه ده بيخليه يعني بيعود ليه بعد كده يعني هرمون السعادة عنده بيتفرض في القسم فهذا بيحسسه بالنشوة والسعادة غيرك تسعد طبعا ده أكيد أساسيا كمان برضو أنا ببصل التطوع من منظور شرعي لأنه أنا لما بنزل أتطوع أولا برضو يقول الله عز وجل وبطبق منهج نبوي سيدنا النبي قال خير الناس أنفعه للناس وسيدنا النبي أيضا قال لأن أمشي مع أخي في حاجات أقضيها لي خيرا من أن أعتكف في مسجد هذا فالدين الإسلامي حس على التطوع وحس على الأعمال الخيرية وأنه ده بيود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرين جميل أو أن أنت عندك هدف ورسالة يعني أنت حاجة حاجة مميزة جدا بالنسبة لك لسه في حاجات كثيرة أنت شاركت فيها يعني عايزين نتكلم عنها أو عن أغلبها منتدى حوار الثقافات اللي نظميته والهيئة الإنجلية كلمين عنه هو المنتدى ده كان في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ممثل في مرصد الأزهر وبين الهيئة الإنجلية في الإسكندرية الهدف من المنتدى تعزيز حوار يعني ثقافة الحوار وبناء حوار بين التيارات الفكرية والثقافية والدينية المختلفة والمنتدى كان تم انعقاده في مدينة الإسكندرية وكان على مدار السنتين كان بتعقد كل ثلاث شهور محاضرة كان بتستمر يومين وكان بيشتمل على عدة برامج تدريبية كان أبرزها تعزيز ثقافة الفكر الوسطي المعتدل نبز العنف محاربة الفكر المتطرف اللي بيشوه سورة الإسلام وتعزيز ثقافة التقبل الأخر واحترامه كمان انتي شاركتي في النسخة الثالثة من منتدى اسمع وتكلم اللي بيتكلم في مواجهة الفكر بالفكر وتصحيح الخاطئ اللي مفاهيم الدين برضو عايزين أتكلم عنه قبل ما أتكلم عن المنتدى حاب أتكلم سريعا عن مرصد الأزهر لأن المنتدى ده من مبادرات المرصد الأزهر الشريف مرصد الأزهر الشريف هو يعتبر أحد مؤسسات الأزهر وهو زي ما وصفه فضلت الأمام هو عين الأزهر الناظرة على العالم هو تأسس في عام 2015 وكان الهدف منه رصد ومتابعة وتحليل والرد على الخطاب المتطرف ب12 لغة أجنبية المرصد ليه أنشطة كتير ليه أنشطة إلكترونية بتتمثل في مجموعة من المقالات والتقارير والدراسات والبحوث والحملات التوعوية اللي بننشرها ب12 لغة على مناصات التواصل الاجتماعي للمرصد وكذلك في مجالة المرصد الرقمية المرصد أيضا ليه نشاط في ترجمة الشبهات اللي بتبطتها الجامعة المتطرفة وبتفنيد الشبهات ديات وعرضها على لجان متخصصة ثم بلورة ردود شرعية يعني تليق بمكانة الأزهر وتليق بمكانة مصر في تفني مثل هذه الشبهات المرصد أيضا ليه جهود ميدانية ويأتي المنتدى اسمع وتكلم ضمن الجهود الميدانية للمرصد الأزهر المنتدى عقدة ثلاث مرات السنة دي في شهر الخمسة كانت النسخة الثالثة النسخة الثالثة كانت في 2018 والنسخة الثانية كانت في 2022 والنسخة الثالثة كانت في 2024 شهر مايو الجاري وكان الهدف من المنتدى ان احنا نسمع الشباب ان نعرف مشاكلهم ان احنا نحتويهم علشان ما يكونوش فريسة سهلة في ايد الجماعات المتطرفة جميل قوي وبنخرب النهاية طبعا بنتائج وتوصيات وعلى أساسها بنعمل المنتدى العمل بتحسي بعد ما يعني مثلا هنكلم عن يعني النتائج اللي شفتيها بعد ما شاركتي مثلا في النسخة الثالثة منتدى اسمع وتكلم بتشوفي بعد كده بقى يعني انك أسرتي ان فعلا المشاركة دي أسرت في ناس تانيين طبعا اكيد لان احنا كلنا احنا بنكمل بعض وانا نستنى اي حاجة كويسة بنعمل نستنى دايما نرد الفعل اكيد طبعا والد الفعل بتكون موجودة بدليل انه يعني النتائج اللي نطلع بيها بنقدر السنة اللي جاية بنعقد نفس النسخة بس بشكل يعني اكثر يعني تطور وتقدم لان احنا بنعرف من خلال المنتدى الحالي احتياجات الشباب فبمدأ بناء عليها بنبدأ نأسس لنسخة جديدة السنة الجديدة ان شاء الله في حاجة كمان جميلة قوي انت عملتها وشاركتشيها ولازم نذكرها وردو عليتنا انت كمان شاركتي في تعباية مواد غزائية لأهلنا واشققنا في غزة هو طبعا كانت الموادر دي تطبع او اطلقها مجلس شباب المصري اللي هو احد مؤسسات المجتمع المدني زي ما اشارت في بداية الحلقة هو كان ليه حقيقي دور فاعل وبارز وإيجابي في مساعدة أهل فلسطين وده تمثل في اجراءين الاجراء الاولاني اللي هو ارسال قواف المساعدة واللي كان من ضمنها تعبئة الكاراتين الغزائية اللي احنا شارفنا فيها وتم ارسال هذه المساعدات لأهلنا في غزة كذلك برضو الاجراء التاني اللي قام بيه المجلس الشباب المصري كمساعدة لأهلنا فلسطين انهو اطلق حملة تبرع بالدماء وتم ارسالها لإسعاف المصابين في غزة انتي عندك كلام كتير قوي يعني تقدري تقولي ايه للشباب وخصوصا كمان يعني عندهم افكار زي ما ما قلتي مش حابين الاعمال التطوعية وان هما شايفانها ان هي تضيع وقت او مش بتفيد حاجة وكمان اه في كل حاجة بتقدمها الدولة من مبادرات وفعاليات ومش ببقى في اجبال قوي عليها من قبل الشباب تقولي لهم ايه في الحقيقة طبعا الشباب هما اصلا يروح المجتمع وانا شايفة ان هما الوقود اللي بتحرك بالمجتمع وانهم عندهم قدرة كبيرة جدا على التغيير والتأثير الايجابي في المجتمع لذلك انا بنصح كل شاب مصري اصيل ان هو يفتسمر وقته ويستسمر طاقته وفيما يعود بالنفع عليه على بلده وعلى مجتمعه وده مش هيتأتغ الا من خلال مشاركته في الاعمال التطوعية والانشطة المجتمعية والمبادرات اللي بتقدمها الدولة لان ده بيساعده اولا انه بيسخل مهاراته بيكتسب مهارات جديدة بيعزز قدراته وبيحسن من مهارات التواصليه وفي النهاية هيقدر ايشارك مشاركة ايجابية في رسم مستقبل مصر انا بشكري جدا شرفتين او نورتين احاقي نوزج مشارف ويستهل انيحنا يعني نت نت تكلم معيك ونسمع منظك ونبارك بركيا لكي شكرا لكي دكتور هاجر أدري دكتورة في لغة اللغة القردية من جامعة الأزهر كلها دراسات انسانية شكرا لكي شكرا جزيرا وصلت معيكم لانه municipractنا استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في مصر جميلة اشتركوا في القناة